شارك سعادة دكتور عبداللطيف بن راشد زياني وزير الخارجية في اجتماع الدورة الثانية والستين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري الذي عقد في مقر الأمنة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة هذا اليوم نعم وذلك برئاسة معالي الدكتور شايع محسن الزنداني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وقد نقش أصحاب السمو والمعالي الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك التوصيات المرفوعة من اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد العرب والتوصيات المرفوعة من اجتماع كبار المسؤولين والمندوبين العامين بالإضافة إلى التقارير التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن القضايا المتعلقة بمسيرة التعاون العربي المشترك والأمن القومي كما بحث الوزراء القضايا السياسية راهنة والتحديات التي تواجه الوطن العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب على غزة والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس بالإضافة إلى الشؤون العربية والأمن القومي والشؤون السياسية الدولية والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية وفي ختام الاجتماع اعتمد الوزراء بجموعة من القرارات الرمية إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية